نعم الوضع هنا كوطر تقريبا هذه لحدود الساعة الجيش الأوكراني كشف أنه تمت سبع خروقات من طرف المسلحين الموالين لروسيا والذين يبعدون عنه بتقريبا 800 متر أقل من كيلومتر من هنا لم نشاهد أي خرق لوقف اطلاق النار في هذه الحالة استجوبنا بعض المزارعين وبعض سكان القرى الحدودية الوضع هذه صحيح أن القناصة بين الفينة والأخرى يقومون بإرسال بعض طلقات نارية دون أن يستهدفوا أيا كان لكن تتير نوع من الرعب نوع من الخوف طلعنا على بعض أماكن طلقات نارية هنا في هذه المزارع الحدودية لكن على المستوى الروسي روسيا لا تزال على حدودها نحن هنا في هذه المنطقة في قليم دونياسك في الدونباس في الحدود على خط التماس بين الجيش الأوكراني والمسلحين الموالين لروسيا الجيش كشف أن هذه الخرقات سبع خرقات لاتفاق وقف اطلاق النار التي تمت من طرف المسلحين الموالين لموسكو تمت إحداهم عبر طائرات الدرون التي أرسلت قدائف يدوية الصنع كذلك تم اطلاق النار على مركز للجيش الأوكراني أو لنقطة للجيش الأوكراني دون إصابة أي كان برشاش من طرف المسلحين الموالين لروسيا إضافة إلى القاء قنابل يدوية وقنابل مضادة للمضرعات لكن دون تسجيل أي خسائر بحسب ما كشف عنه الجيش الأوكراني هذه القرى هنا تقريبا شبه مهجورة 70% من سكانها غاضروا هذه المناطق إلا كبار السن أو من لا خيار لهم بسبب ظروف مادية محضة أو اقتصادية طرف آخر مرتبط بأرضه ويرفض المغادرة كما شرح لنا أحد سكان هذه القرى أو هذه المناطق الذي قال أنه لن يغادر سواء كانت الحرب سواء توقفت الحرب قال عاش 8 سنوات تحت خرق وقف اطلاق النار المستمر أحيانا يأتي الجيش ليدافع عن منطقته الجيش الأوكراني وأحيانا تهدأ الأمور الناس كأنهم تأقلموا مع هذا الواقع المر يبحثون عن السلام القراءة الأمريكية خاصة منذ مساء أمس والتقارير الأمريكية التي تصدر وتنقلها وسائل الإعلام الأوكرانية نشرت بعض الرعب في المدن الأخرى خاصة المدن القريبة من الخط التماس لا نتحدث عن القرى نعم مدينة مثلا ماريو بول بات الناس يتخوفون على اعتبار أنها مدينة تالت مدينة هنا في قليم دونباس مستهدفة من طرف المسلحين أو الانفصاليين الذين سيطروا على مدينة لوهانسك سيطروا على مدينة دونياسك وتقول تقارير أنه إذا ما تحركوا سيحاولون السيطرة على مدينة ماريو بول الوضع فيه نوع من التوتر نوع من القلق المناورات العسكرية في البحرية كذلك موجودة للقوات الروسية جنوبا نتحدث عن شبه جزيرة القرم التي استعادت السيطرة عليها روسيا عام 2014 هناك كذلك قمار استناعية أمريكية كشفت أن الحشود العسكرية الروسية على الطراب الروسي على الحدود الأوكرانية ترتفع يوما بعد آخر ناهيك عن المناورات المستمرة في بيلاروسيا بين القوات الروسية والبيلاروسية الجيش الأوكراني كذلك بدأ من منوراته منذ يوم أمس ستنتهي مع يوم العشرين وهو يوم انتهاء المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية شكرا